ونبقى في إيران حيث تنعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتنافس فيها ستة مرشحون الإصلاحيون الإيرانيون بدأوا بالاحتشاد خلف مرشحهم الوحيد في السباق مسعود بزشكيان حيث أعلنت شخصيات إصلاحية بارزة عن دعمها للنائب المؤثر على أمل حشد الأصوات لصالحه وزير خارجية السابق محمد جواد ضريف استخدم وسم من أجل إيران في إشارة إلى دعم المشرع المخضرم كما أعرب إسحاق جهانغيري النائب الأول السابق للرئيس والذي منع من الترشح للانتخابات عن دعمه لبزشكيان